معايد الوقت يا عبر زوم واحد من اهم اللاعبين اللاعبوا فيه الدوري الانجليزي الممتاز اندي جراي نجم التوتن هام واسلون فيلا كريستب بالاس السابق يا فندم مشرفني ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مرحبا بكم كيف حالك؟ بخير وسعادة جدا بتواجدك معنا وسؤالي الاول لك ما رأيك في الشكل المنافس على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم المنافسة الكبيرة تحديدا ما بين منشستر سيتي وليفربول وارسنل وما بعد خسارة سيتي وارسنل وفوز ليفربول اليوم شايف المنافسة تبع عاملة ازاي فيما هو قادم في الدوري الانجليزي استطيع ان اقول ان ليفربول ومانشستر سيتي هما تقاتلان على اللقب وهم من سينافس على اللقب لنهاية الدوري بداية من الان اعتقد اعتقد انهم الاقرب للقب حتى الان اليوم محمد صلاح سجل هدف رائع جدا لفريق ليفربول امام برايتون واصبح الهدف التاريخي ليفربول في الدوري الانجليزي واصبح سامن الهدفين على مر التاريخ في الدوري الانجليزي عموما ما بين كل اللاعبين رأي كيف يقدمه محمد صلاح مع ليفربول محمد صلاح هو لاعب رائع بالنسبة ليفربول احرز العديد من الاهدف وليس فقط اليوم اعتقد انه يقدم اداء مذهلا اعتقد انه وانصح محمد صلاح بتوقيع جديد مع ليفربول محمد صلاح يستحق ان يتواجد في هذه المكانة احسى لك كمان عن توتنهام واسلون فيلا رأيك فيما يقدمه في الدوري الانجليزي هذا الموسم كنت واحد من نجوم الفريقين نعم توتنم تعرض لحالات من عدم التأخر من الفترة الاخيرة فبالتالي لا ارى توتنم في مرحلة من الثبات على الاداء في الفترة الاخيرة اعتقد ان يجد الكثير يقوم بتغيير مؤخرا مما ارى من خلال المنافسة بالنسبة لتوتنم انا اؤمن ان ان الوصول لمرحلة دور الابطال او الفوز حتى بكأس الاف اي كوب سيكون انجاز كبير لتوتنم ليصلوا اليه اريد اسألك كمان عن توماس طخل وتعيين ومدير الفنية للمنتخب الانجليزي على هذا القرار صائم من وجهة نظرك ولما لا فاعتقد انه سيقدم شكلا مختلفا للمنتخب الانجليزي كل المديرين الفنيين للانجليز السابقين لم يؤدوا بشكل جيد فوز رودري بالبالندور نجم مانشستر سيتي هل شفت ده كان عن استحقاق وجدارة؟ نعم نعم لما لا هو ادى اداءا رائعا هو طريقة الاداء وخصوصا وخصوصا التصويت جاء من خلال من خلال وناس لديهم الخبرة فبالتالي لما لا هو لعب جيد واسطحقها عايز ارجعلك تاني لمحمد الصلاح هكونوا اصبح سام الهدفين التاريخيين في الدوري الانجليزي هل تتوقع ان يصل لابعد من ذلك في ترتيب الهدفين التاريخيين؟ تعني ان يحرز المزيد من الاهداف؟ نعم نعم اذا ظل في ليفر بول لثلاث او اربع سنوات قادمة فبالتالي لا اعلم ما هي الحالة ما هي طريقة تفكير محمد صلاح ولكن اذا ظل في ليفر بول كما ذكرت فبالتالي سيحرز العديد من الاهداف وسيصل للمرتبة الاولى بلا شك اندي جراي نجم التاتنام واسطن بيلا وكريستاب بالاس السابق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم واحد من اللاعبين الكبار اللاعبوا في الدوري الانجليزي الممتاز